ليس بالمرة الأولى مثل هذا الهجوم على المملكة العربية السعودية وعلى منشآت المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال لم تتأثر ولن تتأثر صادرات النفط السعودية كما هو واضح تم احتواء هذا الحادث لكنها ظاهرة خطيرة هنا نحن نتحدث عن تهديد لأمن الطاقة تهديد للأمن العالمي هي مسؤولية عالمية وأنا أتصور سواء كانت إيران أو أحد وكلاءها إن هذا هو إعلان حرب من قبل إيران بالتحديد وهذا لا بد أن يواجه لأنه لا يمكن تحمل استمرار مثل هذه المهاترات ومثل هذه الضربات